لم يكن العام 2019 مختلفاً عن أعوام الحرب الخمسة الماضية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي بل كان حلقة من حلقات استمرار التدهور الاقتصادي وتفاقم معاناة اليمنيين لعل أبرز مستجدات الوضع الاقتصادي خلال العام هو عدم تفعيل البنك المركزي ودورة الحياة النقدية في العاصمة المؤقتة عدن بالنظر إلى ما تشهده من توتر أمني وسياسي انتهى بانقلاب المجلس الانتقالي وترضي الحكومة من العاصمة المؤقتة اللجنة الاقتصادية الموكل إليها إدارة الشأن الاقتصادي للبلد شهدت هي الأخرى حساراً إدارياً وخلافاً داخلياً لصالح مراكز النفوذ التابعة لهادي ومقربين منه ووزارة الداخلية تشكو رفض المالية صرف رواتب موظفيها وأوامر حكومية تتم عرقلتها من قبل أي مسؤول بناء على خلافات إدارية وسياسية أو حتى مناطقية على الصعيد الآخر في شمال اليمن شددت ميليشي الحوثي قبضتها المالية على اقتصاد صنعاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها وأصبحت بيئة طاردة للبنوك والتجار بل وعلى مستوى أصحاب المحلات التجارية الصغيرة جبايات وإتاوات لا تنتهي حتى يفرضها الحوثيون من جديد وسط تجاهل للوضع المعيش الصعب الذي أوصلت الميليشيا البلاد إليه قرار ميليشيا الحوثي المفاجئ بمنع تداول العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة شكل شللاً للحركة الاقتصادية في البلاد ويرى مراقبون أنه سيحرم عشرات الآلاف من الموظفين الذين يستلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية وأمام هذا القرار الخطير للميليشيا اكتفت الحكومة الشرعية بتغريدات تحذيرية على صفحات وزير إعلامها في تويتر أما على الأرض فلم يلمس المواطنون أي حلول عملية أو تطمينات من المسؤولين المعنيين يرى مراقبون أنه ورغم نقل الشرعية للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن أوخر العام 2016 إلا أن صنعاء لا زالت هي العاصمة الاقتصادية الفعلية وبالتالي فإن ميليشيا الحوثي هي أبرز المتحكمين في المشهد الاقتصادي للبلد بعد خمس سنوات من الحرب والدمار يقف قادة الشرعية وقادة الانقلاب أيضا على ركام بلد تواطئوا على تجويعه وإفقاره لحساب مجموعات محدودة من أمراء الحرب يحتكرون الموارد المالية للبلد في شماله وجنوبه ويتقاسمون الريعة فوق أشلاء الجائعين اشتركوا في القناة